هو مرتضة منصور قال ان اتحاد الكورة والدولة سلمت الدوري للزمالك عشان تنسي جمهير الزمالك عودة مرتضة منصور صدق اولاد صدق مع الصحفة احمد الجدائي تصريح متدول على السوشيال ميديا زي ما انتم شايفين يمكن مقصوص منه شوية بس مختصروا ان مرتضة منصور بيقول ان الحكام والفار عايزين يدوا الدور للزمالك عشان يقول جمهور الزمالك ان الزمالك كسب الدوري من غير مرتضة منصور فمرتضة منصور بيقول لهم انا راجع وافضحكم التصريح ده جماعة قلب السوشيال ميديا واصبح هناك اتهمات لنادي الزمالك بانه خادت دوري مش بمجهوده مرتضة منصور اول ما شاف هذه المنشورات متدولة هدت كل من يتدولها بالحبس والسجن وقال انا عمري ما قلت كده ونادي الزمالك فازت بالدوري بمجهوده وما ينفعش اقول كده لان مرتضة منصور هو اللي اسس هذا الفريق وتوعد كل الصفحات الخاصة بالنادي الاهلي اللي تدولت هذا الكلام بانه هيحول بسطتهم للنيابة العامة عشان تتم محاسبتهم مرتضة منصور هنأ نادي الزمالك بالدوري وبعض من جماهير نادي الزمالك اثناء الاحتفال بالدوري وقفت تحت بيته وقالت الشعب يريد عودة مرتضة او الزمالك يريد عودة مرتضة منصور وفي ناس تانية رفضت هذه الهدفات وقالت ان الزمالكوية مش عاوزين مرتضة منصور لو انت زمالكاوي عاوز مرتضة منصور يرجع ناس الزمالك تاني ولا لأ ولو انت اهلاوي شايف مرتضة منصور ازاي اكتبلي في الكومنتات